بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد ما زالت مدينة الصيف تنتظر مشروع ملعب الصيف الجديد لكن المشروع لم يرى النور إلى يومنا هذا ونحن أردنا أن نسلط العضواء على الملعب الحالي وهو ملعب 8 مايه 1945 حيث كان الملعب ثمن مشروع الملعب التي ستعرف عملية تأهيل جديدة لكن هذا لم يحدث إلى يومنا هذا بحيث أن الملعب كان سيعرف عملية الترميم في المدرجة وهذا بتركيب الكراسي لكامل المدرجة إضافة إلى توسعة مدرجة الجوانب الملعب أو كما يحلو الإنصار إطلاق عليها اسم الفيراج من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للملعب لحوالي 30 ألف متفرج والتي حاليا تصل إلى 20 ألف متفرج وكان الملعب سيعرف تغيير أرضية الميدان من العشب الإصطناعي إلى العشب الطبيعي وهذا من أجل أن تكون أرضية مراعية للمقاييس الدولية بالإضافة إلى ذلك كان المشروع يحتوي على تركيب البوابات الإلكترونية وهذا من أجل إطلاق عملية بيع التذاكر الإلكترونية والعديد من الترميمات والمزايا الأخرى كانت في مشروع تجديد الملعب لكن ما زال إلى يومنا هذا الملعب لم يعرف أي انطلاق الأشغال والتي كانت مسطرة في سنة 2020 ولكن بسبب الكوفيد تم التأجيل لكن تم تجاهل أي جديد في هذا المشروع والذي أقره الوزير الأول لشباب والرياضة السيد برناوي من هنا نتمنى من السلطات المحلية لولاية ستيف أن تعيد إطلاق هذا المشروع والذي يحتاجه فريق بحجم وفاق ستيف ويكون له ملعب بمواصفات على الأقل جيدة وتكون مقبولة دوليا خاصة وأن ملعب ستيف الجديد لم يعرف أي تطور بخصوصه هذا ما أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو والذي خصصناه لملعب 8 ياماي بولاية ستيف في الأخير إخواني لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو وهذا من أجل التقديم الجديد في الفيديوهات القادمة إلى اللقاء